انتخب المغرب أمس في شخص محمد العمارتي لتمثيل إفريقيا كعضو في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لفترة من أربع سنوات تبدأ من فاتح يناير المقبل وتعد هذه اللجنة إحدى هيئات المعاهدات الرئيسية الأممية لحقوق الإنسان وترقب تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويشكل انتخاب المغرب لهذه اللجنة بالغة الأهمية اعترافا واضحا من قبل المجتمع الدولي بجهود وإنجازات المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية